في مشهد استفزل كثيرون داخل مجلس النواب هسأل عنه الأستاذ رائف تمراز عضو مجلس النواب يا أستاذ رائف أهلا بيك مسائل خير السؤال مسائل خير أستاذ رائف المشهد اللي اعنا شايفينه على الشاشة ده البعض كان يتخيل أنه حيتم استقبال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنة باستجوابات وطلبات إحاطة تتعلق بشبهات حاطت به لإهدار المال العام هنحسبوا إيه اللي هتعملوا في السياسات الزراعية التي انهارت بشكل واضح لكن أعضاء مجلس النواب استقبلوا بالفطير والعسل والبيض المشاهد اللي احنا شايفينها على الشاشة ده فطير وعسل وبيض في استقبال أول استقبال لوزير الزراعة اللي تسبب في تدمير السياسات الزراعية في مصر حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية وهي عقل وزارة الزراعة وجاء وزير وهو تحيط به شبهات عديدة يعني كنت أعتقد أن انتوا هتستقبلوه بأسئلة لازعة وانتقاضات قاسية لكن من الواضح أن لغتكم كانت الفطير والعسل والبيض لماذا؟ سؤالي أعزنا بس نتكلم بس بوضوح أو المشاهد الكريم بتاع حضرتك لما يجي الدكتور عبدالي بنا كان جاي يارض الاستراتيجية لوزير الزراعة وأول مرة يجي عيد الزراعة والري وكان أنه هيورد الاستراتيجية بتاعة الوزارة جدام مجلس النواب والأعضاء كلهم بدلوا على أن فيه مشاكل موجودة في الزراعة في الدواجن في التجاوي كل الكلام ده انطرح على السيد الوزير وزير الزراعة في الأسماك السيد الوزير وضع الاستراتيجية وكان مقابلها أن مجلس النواب وعضاء الزراعة والري جالوا أن الكلام ده كلام نمطي وأنه مفيش متحدد ببرامج أو بموجود مع الوزير أرقام كنا عايزين هذا الكلام بأرقام يعني الوزير جاي بكلام نظري عادي تقليدي وحنا كنا طلبنا من السيد الوزير أن يكون فيه أرقام موجودة وتبدأ أمتى وتنتهي أمتى عشان خاطر أن احنا موجودين وكان هذا مطالب لجنة زراعة والري أما موضوع الفطير أتكلم عليه حضرتك ده كان في المكتب الخاص باللجنة وإحنا كلجنة ديمين من الساعة 8 الصبح حتى الساعة الثالثة لم نفطر أصلا ودي فطير أصلا أو إفطار للنواب ده إحنا من جوابنا الخاصة وليس من الحكومة وليس من مجلس النواب وإحنا ليس إحنا حديد أو بلاستيك إحنا بشر ولابد من البشر أنه هو بعد ما ينتهي من عشان لا ما كانش فيه داع لتصوير المشهد يعني موفطير وبيض وعسل وإنتم تستعدوا لاستقبال وزير الزراعة الساعة أربعة بعد خروج الوزير بعد خروج الوزير من مجلس النواب ثم أن الكلام ده سوائل أن المفروض أننا نشكر أننا بأكل ولا بشرب في محل عملي أننا ما روحتش فندق ما روحتش كافية أقعد فيه وأسيب اللجان المفروض أنا في داخل المجلس ويريد كل الناس تتغدى وتفتر في أماكنها في أثناء العمل أنا بدلما الإعلام المصري تكلم في موضوع هذا الموضوع أو واحد زميل يصور في المكتب الخاص وليس فيه اللجنة في المكتب الخاص ندخل وصور ما هو هو يعني هو صور يعني الناس ما يا فندم لا ده أكل الحكومة ولا الحكومة منع علينا به ولا الوزير حق في جوبنا إحنا بنتكلم وإنت تعلم ذلك جيدا إن عقابة مرأز أو نجي في الزراعة والرأي طيب أنا بس أنا اللي قلته يا أستاذ رائف إن كنت أتمنى أن تستقبلوا كنت أتمنى ده أول استقبال لوزير الزراعة بانتقادات حدة أسئلة قاسية بدلا من الفطير والبيض والعسل ده سؤالي يعني ده تعبير عن أحنا بقول لحضرتك في برنامجك إن ده أصلا ده خصوصيات في المكتب وليس في المجلس أنا هكمل معك الجزء ده بس خلينا أسأل الأستاذة جواهر الشربيني لأنه أيضا أستاذ جواهر أهلا بيكي أستاذ جواهر أستاذ جواهر أهلا بيكي أهلا وسهلا أهلا أستاذ أستاذ جواهر كمان قالوا إنه حضرتك استقبلتي وزير الزراعة بمقاطع من أغاني أم كلسوم والليلعيد حصل يا لما نقول الليلعيد إن كل الناس بتوع الزراعة الراجل جايب المجموعة جميع النواب بتوعه علشان يحل مشاكل إنه مشاكل الزراعة ما نقولوش الليلعيد إحنا كنا قبل كده لأ حضرتك غنيتيها ولا قلتيها ماذا كلام يا فندي من الكلام بقولوه آه يعني ما غنيتيش الليلعيد هو أنا هو أنا مطربة عشان أغني يا وقل به أنا مش مطربة أنا بقول الليلعيد اللي جاء اللي ما الليلعيد ما هي الأغنية ما مقطع من الأغنية يا يا أستاذة جواهر لو سمحت يا وقل به أنا قلت الليلعيد على إن وزارة الزراعة جاية بالكامل عندنا في لجمة الزراعة ما كناش بنشوف وزير الزراعة يا وقل به إلا في المناسبات إن الراجل جاي بالطقم بتاعه و جاي لنا كتر خيره كتر خيره ده هي مهمة المجلس إن أنا أجيب الوزير وحسبه يعني يا فندم يا فندم الوزير إحنا بنحسبه من خلال الطلبات بتاعة النواب وبتاعة الفلاحين لأن إحنا آه يعني الفلاحين الكادحين دول مسؤوليتنا ومسؤولين مننا يعنيrail نكلمه على القرار مية سبعة وعشرين لثنة ألف quart concur الخاص بالتأمين الصحي على الفلاح وأكلمه على إن إحنا بنجهز آآ معاش للفلاح وأكلمه على إن لازم يبقى الفلاح نهاردة المطحون لو معاش زي زي الموظف يبقى أنا جايباه علشان يساعدني وساعده ولنقوله اللي عندنا يا وقل به لا السلطة الميابية هي لمحاسبة الوزير لمساءلة الوزير عن السياسات الزراعية وأنا أمام وزير خلينا أكمل بس سؤال يا أستاذة جواهر أنا أمام وزير ما ينفعش في أول استقبال لوزير أحاطت به شبهات حينما جاء وزيرا ووجهت إليه اتهامات بالإضافة إلى أنه مسؤول عن تدمير السياسات الزراعية طيلة السنوات الماضية حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية خلينا أكمل سؤالي بس ما ينفعش استقبله بالليل عيد يعني لما مجلس النواب يستقبل الوزير بالليل عيد مين هي حاسب الوزير يا سيد الفاضي لو سمحت أنا النهاردة الوزير مسؤول قدامي كوزير لوزارة الزراع عشان ينفذ السياسة الزراعية للفلاح يعني أقول له من 3-4 أسابيع رئيس الوزراء أعلن أن ما فيه زيادة في أسعار الأسمدة أقول له أن المفروض أنا النهاردة الأسعار المحاصيل الاستراتيجية يا فندم يا وقل به لازم تستعر قبلها قبل زعيف قبل زعيفة والراجل استجاب على أنه لازم يحل المشكلة دي والمشكلة دي يبقى أنا أتخنق معاه ولا أتعيش معاه محدش قال تتخنق معاه بس مش الليل عيد يعني احنا مش هنغني للناس مش هنغني للمسئولية او سوزة جواهر هو يا كده يا كده يعني محدش قالك تتخنق معاه بس كمان مش الليل عيد يعني احنا بنقول يعني احنا للأسف السطرة اللي فاتت يا يا وقيل بيت انا سامعك تفضلي سامعك يا وقيل بيت انا يهمني في المقام الاول الفلاح وايا كان وانا لما لو سألت الفلاح مش هيقولك الليل عيد لو سألت الفلاح اتحداك ان يطلع فلاح يقولك الليل عيد الليل عيد وما بتمسكش في مشاكل الفلاح يا وقيل بيت بتمسك في المساكل الخاصة اللي بيسيب المساكل اللي بتهم الفلاح سواء معاش للفلاح او سواء تأمين صحي او سعير المحاصيل السراتيجية اللي احنا مش عارف ان لها حل لغاية دلوقتي وسواء المشكلة بتاعت للأسف الشديد ارتفاع اسعار الاسمدة وانا نتكلف الليل عيد لا نتكلف في كله بقى علشان نعرف نعرف الفلاح احنا بنعمل ايه الله يعني انا الا 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 افهمه يا سازة جواهر انه المسئول يأتي الى مجلس النواب ليحاسب هي 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 التنازع بين السلطات من اجل ذلك انا امام مجلس امام مجلس نواب علشان علشان يحاسب الوزراء ده اول 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 استقبال لوزير الزراعة الجديد اللي حامت حوله شبهات متعلقة باهدار المال العام سعني بقى انت بتقول حامت حوليه الشبهات انا لا اعرف شبهات ولا كنت معاه في الشبهات ولا فيها قضية سبت عليها علشان اقول له انت مشبوه وابعد عننا هو محدش تقولك قولي له انت مشبوه وابعد عننا بس قولي له السياسات الزراعية الفاشلة التي عنينا منها طيلة السنوات الماضية والتي ما زالت مستمرة او على الاقل ما اغنلوش الليل العيد يعني يا غني يا واقل با ما تتكلمش الكلام ده اتكلمت في ما يخص زراعة انا ما بغنيت طيب انت بتتعصبي ليه بس يا السيزة جواني انا ما بسك في الشبه لو طبعا عشان اقول الليل العيد واغني انا بقول انا اه ده ده من ضن المدعبة يا فندس من ضن الدعابة لانا لو جات عندك البرنامج هدعبك وهقولك يا وقل بيه انت كزا هتغنيلنا الليل العيد طيب مدعب المسؤول او ادعبك او ادعب الناس لصالح المواطن الغلبان الكادح الفلاح المطحوم طيب بس هو مجلس النواب مش لمدعبة الوزراء يا اساس جواني مجلس النواب لمسائلة الوزراء المدعبة لللجنة بتاعتنا احنا مش لفلان ولا علاج للكل مش لحد معين ولا بعينه وبعدين الكلام معلوش حساب لان احنا ما اخطأماش في الكلام اللي بنقوله علشان انت تجي تكلمني وتستهيمني المهاردة انا مش مطربة عشان اخنم انا فلاحة بنت فلاح كادحة فادور على حق الفلاحين الكادحين الغلاح مش عيب ان الناس تبقى قاعدة او تغنى المشكلة ان وزير زراعة جاء لأول مرة لمجلس النواب وزير احطط به شبهات كثيرة وزير مسؤول عن تدمير الزراعة طيلة السنوات الماضية وهو رجل تاني في الوزارة في الوزارة لعدة سنوات الليلة مش عيد يعني بس انا بقولك الليلة مش عيد انت عايزاها عيد خلاص طيب كنت اتمنى بقى في اول مواجهة داخل مجلس النواب ان يتقلل وزير طب والله سيادتك لماذا لم يتم يعني طب احنا معانا اهل وصائق والمستندات اللي بتثبت يا سادة الوزير انك خدت افدنا اه من اه اراضي الخرجين طب احنا معانا هوت يا سادة الوزير انك خدت لنفسك مكافئات اه اه بالمئات اه خلافي معاك يا سادة جوائر يعني مفيش مشكلة يعني انما مجلس النواب ليس للمدعبة مجلس النواب للمساءلة والمحاسبة بشكر اه خلاف الخلاف احنا كلنا بنختلف علشان الصالح العام وصالح الدولة والحفاظ على املاك الدولة من خلال الراجل الكبير الراجل اللي عمال يلف في البلاد علشان يوفر الامن والامل للبلد عبد الفتاح السيس طيب احنا نتمنى بقى ان احنا نساعد الرئيس في اداء مهامه بان مجلس النواب يحاسب السلطة التنفيذية ويفرملها ويسائلها ويحاسبها انما انا اختلافي بس معاك اختلافي مع حضرتك مش انه المجلس تاني ليس للمدعبة وليس لاطلاق مقاطع من اغاني اللي العيد لا المجلس عشان احاسب وزيرا جاء لأول مرة الى مجلس النواب انا انا بشكر حضرتك